التهجير في تعز قصة معاناة لا تنتهي فصولها فالصورة هنا تنقل جزءا من الحقيقة فقط بعد أن ترك الناس مساكنهم وقراهم مغادرين إلى أماكن أخرى بعيدة هروبا من جحيم غويلات الحرب تعرضت ألاف الأسر للتهجير القسري في مناطق مختلفة في مدينة تعز من قبل ميليش الحوث والمخلوع الانقلابية شملت النسبة الأكبر منهم النساء والأطفال فيما تحدثت تقارير محلية ودولية عن روايات وشاهدات مهجرين لمعاناتهم ومأساتهم الكبيرة فبعد أن كانت الأرياف هي الملاذ الآمن للفرين من جحيم الحرب وقضائف القصف العشوائي والموت المتوزع من قبل الميليشيا في الطرقات والأحياء في مدينة تعز تحول الريف هو الآخر إلى جحيم بعد استهداف متعمد من قبل ميليش الحوث وصالح الانقلابية لهم ومنعهم من الحودة مائة وخمسة وعشرون أسرى في قرية الصيار مديرية الصلو جنوب تعز تم تهجيرهم بالقوة من قبل ميليش الحوث قبل عام توزعوا على أماكن للإيواء والغالبية منهم إلى قرى مجاورة عند أقرباء لهم ينشدون اليوم الذي يعودون فيه إلى ديارهم وفي مديرية الوازعية وحدها ومنذ أن اشتاحتها ميليش الحوث والمخلوع لا تزال ثلاثة ألاف أسرة حسب تقرير رسمي خارج مناطقهم منذ أشهر طويلة بسبب التهجير القسري الذي تعرضوا له ولم يعودوا إلى مناطقهم حتى اللحظة قرى كثيرة في أرياف تعز تعرضت للتهجير في جبل الصبر وجبل حبشي إلى جانب حارات ومناطق داخل المدينة لا يزال أهلها مبعدون عنها قسريا الآلاف من المهجرين يكابدون هموم فقدان الأمل بسرعة عودتهم إلى قراءهم وملاذهم فمشكلات المأوى وتوفير الأكل والشرب والدواء ومتطلبات الحياة معاناة لا تنتهي ولا يبدو أن أفق الفرج يلوح بحسم هذه القضية سريعا والتي طال انتظارها